هنا سنبدأ نرى مخطط أو رسمة بتوضح السيارة الكهربية ومكوناتها دعنا نلفف هذه العربية هناك المحرك الذي هو الموتور هذا هو الجزء المحرك هناك علبة تحويل الحركة التي هي كأنها جير بوكس العلبة الصغيرة تعمل تحويل الحركة طبعاً أنا تجييني الحاجات من البطاريات دي سي فبيبقى في عندي محول دي سي دي سي عشان يرفع الجهد في عندي مفتاح بوش بوتون كده بيبقى فصل أو للطوارئ للإمرجانسي في عندي هنا الأجهزة اللي هي الإمارة والمساحات والمشعارة مين دي بتركب على البطارية العادية عشان تبدأ تشغلها في طبعاً هنا عشان أشغل المحرك ده لازل يبقى فيه مفتاح تشغيل المفتاح بتاعنا بتاع السيارات الحديثة دي انت ما بتحطش مفتاح بها بيبقى مفتاح بوش بوتون مفتاح تشغيل تضغط عليه تكون داس على الفرامل كده وتدوس ضغط على المفتاح تمام يتلاقي المحرك يشتغل في طبعاً هنا مع الموتور بيبقى فيه ناقل حركة أو الجيربوكس بيسموه طبعاً ذا الموتور ده بيأكل يشرب من فين بيأكل يشرب كهرباء من البطاريات يبقى دي التجميع بتاعة البطاريات هو بياخد باك أو مجموعة من البطاريات بيوصلها على التوالي والتوازي وياخد طرفين الموجب والسالب وهم اللي بيدخل بيهم على المتحكم أو الكنترولر تمام أو واحدة التحكم ايه ليه هنا دي هذا السهم بتاعه ودي مجموعة البطاريات طب البطاريات ده تتشحن من فين تتشحن من الشاحن يبقى ثاني السرارة تتشحن من الشاحن الشاحن اهو يدخل يشحن البطاريات أو مجموعة البطاريات اتحكم ازاي في مجموعة البطاريات باستخدام البتري مانيج منت سيستم او واحدة التحكم في البطاريات طب الكهرباء اللي تطلع من مجموعة البطاريات دي كلها تمام تدخل على مين على المنظم تمام تدخل على المنظم المنظم ده يروح مدخل بقى كده على المحرك اللي هو المطور والمطور مربوط بالعجلتين دور تبدأ السيارة تتحرك تمام طيب دلوقتي انا شفت المكونات الرئيسية تمام اللي هي الرسمة دي لسيارة كهربية شفت المكونات الرئيسية لسيارة كهربية تعال بقى ندخل في تفاصيل اكتر جوه السيارة عشان نبدأ نشوف حتة التحكم كله دلوقتي هيبقى اليكترونيكس تمام يعني انا دلوقتي عندي ادي ناقل الحركة الميكانيكي اللي هو ايه ادي العجلتين اللي قدام شايف العجل اللي ورده مش مربوط بحاجة بتجرب بتسحر دي دفع امامي السيارة دفع امامي الدفع الامامي ادي العجلتين ادي عجلة هي وادي التانية وادي العمود اللي بيربط بين العجلتين انا هدفي اركب موتور يحرك العجل ده. فعشان الموتور يحرك لازم يدخل على ناقل ميكانيكي. دلوقتي عايز حركة عشان تتحول بتروس او ناقل ميكانيكي عشان يمسك العمود ده. تمام. يبقى معشق معاه ويبدأ يلف في العجلات. يبقى لازم يبقى فيه ناقل ميكانيكي. طب الناقل ميكانيكي ده هيكل ويشرب من اللي هيديله الكهرباء. موتور اللي هو المحرك الكهرباء. المحرك الكهرباء كل الاسهم اللي طالعه لرايحة دي هي اهم حاجة بقى اللي عندي. اللي هي ايه? والله مين هيدي الموتور? الموتور بيأكل يشرب AC. بس الجهد اللي جاي او البطاريات اللي عاملينها عاملة حزمة بطاريات جهد عالي فهي DC. وهو بيأكل يشرب AC. يبقى لازم في النص هنا حاجات تحول من DC لAC. ولذلك مهم جدا في السرعة الكهربية اللي هو مين? DC AC اللي هو الكونفيرتر ده او الكنترولر. ده بيحول لي من جهد البطارية الصغيرة اللي سيوم ايون دي تمام? تلاتة فولت يخليهم لتلتمية وخمسين لخمسمية وخمسين في بعض البطاريات. في حاجات بتوصل لتسعمية وعشرين فولت. فبالتالي بيسموها حزمة بطاريات جهد عالي. يعني مجموعة البطاريات اللي انا موصلها بتطلع بتوصل تبقى عدد كبير من الجهود وبالتالي بيسموها جهد عالي. الجهد ده من تلتمية وخمسين لخمسمية وخمسين. وبيزيد حسب الشركة المصنعة للبطاريات. تمام? تدخل على الكونفيرتر ده اللي هو من دي سي الاسي او الكنترولر. يدرح مدخلها يحولها من دي سي. تطلع اسي. تدخل على الموتور او المحرك الكارابي. والموتور كده كده مربوط بالنقل الميكانيكي. هيبدأ يحرك العجلات. طيب الدي سي اي سي ده يا اخوانا. لازم يبقى فيه واحدة تحكم بتاعة الكترونيات الطاقة اللي هي بتعمل تحكم في مين? في هذا العاكس او هذا الدي سي اي سي. بتبقى عبارة عن ترانزيستورات من الداخل لو انت شايد. مجموعة من الترانزيستور سنشرحها بالتفصيل. تمام? طيب الدي سي ده في حاجات برضو بروح يحول من دي سي الاسي عشان ياخد شاحن. يعني البطارية بتدخل ازاي? اهو فين مدخل الشاحن? اهو مدخل الشاحن. مدخل الشاحن اللي بيجييني من الكهرباء من شركة الكهرباء دي اللي انا بوصله في الشحن العادي اهو. اي سي. يبقى لازم هنا حد يحول من اي سي لدي سي بقى ده الشاحن. الشاحن ده هو اللي هيغزمين البطاريات عشان تبدأ تدي كهرباء وتتحول من دي سي صغير لدي سي كبير من خلال العاكس اللي هيروح يدي المحرك والمحرك هيدي الناقل والناقل يحرك العجلات بتاعتي. طبعا هنا فيه دي سي تاني اللي هو بيدي له للاحمال المساعدة زي ما قلنا ممكن الانارة والمساعة. اي حاجة عايزة كهرباء 12 فولت. كمام? بديها بيسموها احمال مساعدة. بيسموها احمال مساعدة. ممتاز. طيب. هنا بقى بيبدأ يشرح بالتفصيل ازاي بتتم عملية سحب السيانة الكهربائية. انا شرحتها هي هي نفس الكلام. ادي عندك عجلة القيادة ودي عجلة القيادة. العجلتين دول مربوطين بعمود. تمام? العمود ده راكب عليه ناقل ميكانيكي. الناقل الميكانيكي ده عشان يتحرك تروس لازم تبقى راكبة في محرك كهرباء او محرك جر. محرك الجر ده تمام? اللي هو اي سي موتور. يبقى لازم ياخد اي سي. فبالتالي لازم اركب عاكس. تمام? اللي هو دي سي اي سي. ليه طيب? لان الكهرباء اللي جاياني اصلا دي سي من البطاريات. فانا ممكن اركب دي سي اي سي. ممكن اركب واحد واثنين وثلاثة عشان اوصل لجهود الكبير اللي انا عايزه. بس ممكن نلم دول كلهم كأنهم عاكس واحد. ممكن اركب اثنين وثلاثة عدد معين من العواكس. بحيث ابدأ ارفع الجهود حسب او انزل الجهود حسب الاحتياج بتاع المحرك. طبعا فيه دي سي دي سي ده بيسموه مبدل. عشان اعلى بالدي سي بتاعي شوية. بركب عليه مبدل. طبعا هنا بيبقى راكب البطاريات. يبقى البطاريات دي سي. هركبها على دي سي دي سي كونفيرتر اللي هو المبدل. وبعد كده راح اخدها من دي سي الاسي. بعد كده الاسي راح راح ناخل المحرك. والمحرك كده الانتقال الميكانيكي. والانتقال الميكانيكي يدي عجلات القيادة. طبعا الكلام ده هو شرحه بالتفصيل تاني مرة واثنين وثلاثة في الكلام بتاعنا. ترجمة نانسي قنقر